الرابع من يونيو لبدء محاكمة وزير العدل السابق أحمد الزند والإعلامي أحمد موسى وآخرين لاتهامهم بسب وقث في رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينا وقال جنينا إن المذكورين اتهموه وأسرته بالأخوانة وتضليل الرأي العام لصالح التنظيم الدولي للإخوان وتسريبه لتقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية وغيرها من السب ترجمة نانسي قنقر